أعلنت سلطة الإيرانية عن إجراء الانتخابات الرئاسية في الثامن والعشرين جوان المقبل من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للراحل إبراهيم رئيسي وجعل قرار عاقب اجتماع رؤساء سلطات الثلاث في البلاد مساء الاثنين ممثلة بالرئيس الانتقالي محمد مخبر ورئيس مجلس الشورى ومجلس سيانة الدستورة وتقرر خلال لقاء إجراء الانتخابات في الثامن والعشرين جوان الداخل على أن يشرع في تسجيل المترشحين من الثلاثين مايا الجاري إلى الثلاث جوان في حين ستجرى الحملة الانتخابية من الثاني عشر جوان حتى صباح السابع والعشرين من الشهر نفسه